اشتركوا في القناة اثاث البيت اللي هو زي مثلا الانتري السرير الدولاب الكنبة باللهجة المصرية اللي هي الاريكة رؤية اثاث البيت الفاخر رؤيته تدل على شيئين ان هذا الشخص عنده كبرياء وعزة نفس رهيبة رؤية اثاث البيت الفاخر وتدل على انه لا يستطيع في بعض الاحيان مواكبة العصر شايف ان الدنيا تتطور معه ومش قادر يتطور معه يعني من الممكن مثلا نفسه في بيت زي البيوت الفاخمة بس هو مش قادر فهذه الرؤية تعكس طموح داخلي له لكنه مش قادر يواكم هذا العصر لكن بداية هذه الرؤية تدل على ان هذا الشخص عنده كبرياء وعزة نفسه رؤية اثاث المنزل من الذهب هي بشرة خير وتدل على الاخبار السعيدة وتدل على انتهاء الهموم والاحزان رؤية تغيير العفش له الاثاث يعني خلوني اتكلم لغة الافصعة اتكلم باللهجة المصرية عشان تبقى المعاني كلها واضحة فرؤية تغيير العفش تدل على الخير والرزق وتحسين الاوضاع لكن التغيير اللي هو تغيير العفش للافضل يعني ما يبقاش عندي مثلا اثاث فاخر واروح اغيره بقديم لا الرؤية هنا بزمومة لكن انا بتكلم على اساس ان المعنى واضح انا بغير اثاث البيت بجيب حاجة انضف حاجة اشيك حاجة فاخرة او فخمة شراء العفش او الاثاث بالنسبة لمرأة الحامل تدل على مرور فترة الحمل بسلام رؤية شراء الكرسي للحامل المولود ذكر رؤية شراء مائدة الطعام السفرة للمرأة الحامل المولود انثى يبقى الكرسي ذكر مائدة الطعام انثى رؤية الكنابة او الاريكة للعزاب زواج رؤية العفش صاحب اللون الابيض الاثاث اللي انا اشتريته الاثاث الخشبي كله لونه ابيض هذه الرؤية تدل على الخير والمال القادم اليك في الطريق ان شاء الله استبدال العفش فك كربن للشخص المكروب بيع العفش وشراء مكانه تغيير الاحوال الى الافضل تغيير الاحوال الى الافضل تغييرات ايجابية بداية حياة جديدة رؤية الكنبة للمرأة المتزوجة تدل يئما على الاستقرار يئما على السعادة رؤية نقل العفش نقل الاثاث هذه الرؤية تدل على الانتقال الى مسكن جديد افضل من الذي اعيش فيه ان شاء الله تبارك وتعالى دي كانت بعض الرؤى عن اثاث المنزل الفاخر انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة